موسيقى هنتعلم في المحاضرة دي وجهة الماكس والأدوات اللي هنستخدمها في الورشة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته معاكم أستاذ وليد المعندة ومن gfxacademy.net وبرحب بكم في ورشة جديدة وهي الحقيقة ورشة يمكن الأولى عربيا في مجالها وهنتكلم على الانيميشن بطريقة الموشن كابشر وإزاي أقدر أعمل سين كامل بطريقة كويسة وبطريقة محترمة فعلا وده التكتيك اللي هستخدمه فعلا أو اللي بيستخدمه فعلا للسيودهات العربية طبعا عايزة نقوه قبل مبدأ شرح أول محاضرة هتكون مخصصة للناس اللي ما تعرفش ماكس خالص لأنه هو أنا عملتها الحقيقة التحدي لنا أعمل أربع محاضرات ومن خلال الأربع محاضرات الناس تبدأ اللي ما تعملش ماكس خالص أو ما يعرفش ماكس خالص تبدأ يشتغل على ماكس ويطلع آنيميشن محترم جدا في أربع محاضرات إن شاء الله فخلونا نتكلم بقى في أول محاضرة هنا على استخدامات المكس وإزاي أقدر أستخدمه وأقدر أمشي فيه كويس بالفي بورت والأدوات بتاعته طبعا المحاضرات دي موجهة للناس اللي ما تعرفش ماكس بدون تطويل دي البيئة اللي أنا تقريبا أنا استسم خلاص طوش يعني لسه في حاجات أعملها طبعا زي ما أنا شايف كلام ده كله معمول بموشن كابشر أو أنا مش عامله فريم باي فريم يعني المفوض لو هيتلع فوق بدأ يبدأ يعمل شوية حاجات كتير كده بس خلينا نشوف هنعمل إي دلوقتي؟ أول حاجة أنا عندي بسحابه يمين وشمال ده بداني دايس بالكليك يمين بكليك شمال وعداني أروح هنا وهنا غاية لما ألاقي تايم لين بشتغل بالشكل ده طبعا يا تايم لين هنا ده مهم جدا 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 في موضوع الانيميشن عشان أتحكم فيه وعشان أتحكم في البروبرتز بتاع التعمل أنه بشتغل الانيميشن يبقى مهم أوي أعرف أن أشغل على أي نظام وكم فريم وإزاي أشتغل على الحاجات دي طبعا عشان أتعاول أتعلم إزاي أعمله باجي هنا على الايكونا دي بعمل كليك يمين أو كليك شمال الاتنين مع بعض شغالين بيلاقي الحاجات دي بقولك الشغال على البال ولا الانتي اس اسي ولا فيلم ولا هتعمل إيه بالزبط طبعا الانتي اس اسي هنا تلاتين فريم بير ساكند يعني الثانية الواحدة أو تلاتين فريم عامل ثانية واحدة البال بيبقى خمسة وعشرين فريم في الثانية وتقريبا احنا في مصر بالأخص شغال لسا على البال وفي شوية قنوات بقت ايتش دي خلينا نشتغل على البال معايا وهبدأ من زيرو زيرو كده وابدوس انتر وبعدين ده مسلا ممكن خليل غاية مية ادوس انتر وبصها لاقي الطايم دي انا على طول اتعدل معايا مش هكده كيبانا بتحكم في خصائص الفيلم بتاعي او بتاعي من الحتة دي سيب اكمل الكلام ده كله الحاجات دي كلها بس ما تغيرش واحد دي لان واحد دي هي الريل طايم بلاش دي او دي او دي يعني بيعمل لك الوقت يعني حسب ما انت عايز ده مش موضوعنا دلوقتي خلينا بدي ما تدعبش في شيء حاجة خيانا فتبغل او او الاتش دي لو انت عايز تعمل كاستوم ااا وخذينaya بطول ده بنسبة لتايملين طيب تاني حاجة بتأكد منها لازم اروح على كاستوم وارروح على البيس والكلام ده ان constitute where كده في محاضرة التانية خلي الاندو ليفلس مية بحيس ان اترجع كنترول زد مئة مرة خلي الفايلس انكريمنت انسايف اي شغلة عندك في 3d او المكسب الزيت او اي حاجة او المعمارية او اي حاجة لازم تعمل حتة دي عشان تبقى عندك سيف للملفات اللي بتبقى عندك يعني مثلا هنا اسست اسست اسسنز كريد تسعة وعشرين طبعا بدأ من زيرو لغاية تسعة وعشرين فانا كل ما اعمل كنترول اس يعمل لي واحد زيرو واحد زيرو اثنين زيرو ثلاثة منقع عشرة تمام بالحتة دي انكرمنت اون سيف الاوتوبا بخلي خمسة هو يكون ثلاثة تمام عندك الكارت الفيجا لازم يكون اوبن جيل تفاعل دي وطلق اوكي انت كده دلوقتي تمام وزال طبعا الماوس انا بحركها كده لو دوست على الت طبعا البرنامج بيظهر لك كده الت ودابليو بيجي لك اللي انت مختار اهو هاختار دي الطب الت ودابليو الت ودابليو تمام وهو انا اجي من هنا كده وابدأ احرك زي ما انا عايز لو انا جيت على ده الطب هنا مفيش حاجة خالص لو جيت دوست على زد بيجيبلي زد 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 طبعا اهو بعدلي اوي ليه لان انا مش مختار حاجة لو انا مختار حاجة ودوست زد بيجيبلي بسنترها ويعني تقريبا في نص الشاشة بتاعتي عشان اقدر اشوفها كلها توقبينه كويس لو انا جيت هنا عند الشخصية دي وقلت زد بيجيبلي عليها بحيث انها تظهر في الفيور بتاعتي كويس نفس الحكاية شخصية اهي زد اوكي جيبه كده من جمال اتجاهات هنيجي هنا ونقول له alt w عشان اكبر بالشكل ده طبعا انا بعمل بان بالبوز بتاع الماوس بامسك الماوس بيظهر لك ايد الماوس اللي هو السكرول لما بادوز عليه تحت بيعمل بوز يبادة بان ممكن احرك زي ما انا عايز لو انا جيت دوست alt والبان بتاع الماوس اللي هو البوش اللي في النص ابوص لقيه بدأت اتحرك حوالين المشهد بالشكل ده لو انا جاي دايس على الشخصية دي بيبدأ يعحدها الى في النص اهو انا جيت دوست ابوعة على الشخصية دي وعملت زد وعملت كده هتبص لقيه سانطلق الشخصية في نص الشاشة وبعدين بالبان بتاعك وال والالت بتبدأ تلف حواليها بالشكل ده السكرول نفسه بيعمل بعيده قدام زي زوم اوت زوم ان. ده اللي انت عايزه. ده اللي انت عايزه عشان تبدأ تشتغل على الماكسل. مش هتبقى عايز اكتر من كده. السكرول وبعدين كده. وبعدين كده. تمام? كله بالزرور اللي في النص. طبعا الماية بقى بقى طبعا والسانم او بظهور العلمين. او على الشمال بتعمل اه بان وزوم والحاجات دي. بس خلينا دلوقتي فى احنا بنعمله. يبقى انا دلوقتي قدرت اتحكم في وجهة الماكسل. طيب المطلوب من ايه? المطلوب من اللي انا اعرى بقى اللاييرز والكلام ده. لو جيت على الايكونة دي هتلاقي اللاييرات كده وفيه هنا ايه؟ برواز كده. هتبصت لايه دي اللي يرد. انا اعمل البرجوكت بتاعي. لاير فيها الانفيرومنت كلها او البيئة كلها. ولاير فيها البادي. ولاير فيها الهيكل العظمي اللي بحرك عليه او اللي بتنزع عليه الحركة عن نفسها. للمعلومة ان لما باجي اشتعل على الانميشن اي الانميشن في الدنيا ماليش دعوة بالجيومتري ده او المش ده. تمام? اللي هو الجسم. ده ماليش دعوة بي انا بمسك دايما العظمة وبحرك بيها. يعني لو انا جيت على عملت كده يبقى هايد فريز بتحاولي للون الرصاصي يبقى ما قدرش نمسكه خالص. لو انا جيت تفريز على البادي. حوالي بنون الرصاصي. انا كده مسك البيب تخد بالك او الهيكل العظم. الهيكل العظم يعني انا عمله بنظام البيبت. لو انا جيت اعملت فريز اللي اتنين اجي امسك. ما فيش اي حاجة ما قدرش امسك اي حاجة. يبقى الاتنين دول افتحهم. وباقي كده واشوف بقى الابجيكتات دي والكلام ده. طبعا ده الرندر عشان يظهر في الرندر والكالر واسيبك من الكلام ده كله. المهم الهايد والفريز. ده مهم اول انت هتعمل شغلك دايما في ليرات. اي برنامي جرافيك في ليرات. دايما اعمل شغلك في ليرز. ما تحطش كله في ليرز واحدة. ودايما في السري دي بالذات سمي الابجيكتات بتاعتك. لو ما سميتش الابجيكتات بتاعتك هتتبهدل اخر بهدلة. هتلاقي كل الشخصيات واخدل نفس الاسم. ده اسمه بوكس مش عارف ايه. يعني انا لوحت كتا على ده. وجيت هنا. هبصر ايه بوكس ما يدفعش. ده اسمه باسمها بوكس بحقت. وده اسمه اي حاجة. مهم حاجة تكون بتدل على الابجيكت وما تخش معها. اوكي? ده بوكس. مسلا. في كينز و هلا حاجة. تمام? كنترول اس. اول ما اعمل كنترول اس بقى لاقيه هنا. بخد بالك من الرقم ده. بقى تلاتين. ده اللي انا لسه عامله من شوية. اللي هو. في الفايلز. انكريمينت و انسيف. حاجة مهمة جدا برضو. باجي على اليونت سيتوب. ده مفهود قبل ما اشتغل اصلا. اتأكد ان هو طالما انت شغال. طالما انت شغال على ايه شخصيات او معماري او كده. ياريت تشتغل الاحسن يعني. السنتيمتر عشان. اللايت. ايه سات اللايت ريندر والكلام ده تبقى مزبوطة. خليك عديم على السنتيمتر عشان تزهر لك هنا بشها كده. كيف انا كده قدرت الام وبجهة طيب لو انا جزت دست على الراس دي. طبعا لها محاضرات يمكن كتير على الاكاديميات جي اكاديمي لو حابب تعرف ازاي تعمل اه تحرك الشخصية او تأهلها للتحريك في كورسات كتير في القسم بتاعي هتلاقي محاضرات استاذ وليد المعداوي وهتلاقي فيها ازاي تحط الهيكل العظمي وتحرك آآ كل ده. طبعا اخذ زبطت الشخصية دي وعملتها وشخصية نظيفة ما فيهاش اي مشكلة وعالجتها هي الشخصية آآ مش هال اللي عملها هي طبعا آآ انا جابها جاهزة بس زبطتها كانت كلها ترانجل زبطتها بسكريبت وعالجته عالجت الجسم وخاليته زي الفول كده بشا كده وبدأت اعمل دخلت الهيكل العظمي بداخل الجسم وبعد ان ربطته والشخصية معي بتتحرك. اف اربعة عشان يظهر لي كده او تضيعه. اف تلاتة عشان تظهر الوير فريم. اوكي ده اهم حاجة. لا انا دست على اف وان. اف طبعا الهلب لو انت واقف على حاجة دوس اف وان كده على طول تخش على الهلب. ده الهلب تاع المجز. ياريت نرجع له كلنا انه فعلا قوي جدا يعني. هاجي هنا. وادوس على العظمية دي او اي عظمة في البيبت. اي عظمة في البيبت. بتيجي هنا. اسمها طبعا. اسمها هي ايه? طبعا همسمي البيبت اصلا من الاول. دي طبعا لازم لك ده مش مزبوط. واللي يكون اي حاجة مشان بس الوقت مش متكلا. اه ودي الاسم بتاعنا انا مختاره. طبعا لو انا جيت كده. هلاقي كل حاجة هنا الوركشوف بتاعتي. المنطقة اللي على اليمين دي. ده الهيت بتاعه. اوكي? وايجي. اوبجكت. اونا جيت على قيمة الموشن. اوكي? دي دي موديفاي. دي هيداركي. دي موشن. دي الديس بلاي. دي اونا جيت هنا. هبصت لقي هنا. اوكي? دي بيت. اوكي? دي بيت. اونا جيت دست على اي حاجة من دول. ولقيت الاسهم مش ظهرة بالشكل ده دوس دابليو. لو ملعت هاش ظهر اصلا زي كده دوس اكس اكس هتبدأ تظهر بالشكل ده اوكي. طيب لو انا جيت بقى عشان ابدأ اتعامل مع موضوع ورشة بتاعتنا. لو انا جيت على العظمة دي ودخلت على الموشن. انا ليهمني في الحوار ده كله عشان في خلال اربع محاضرات ابدأ احرك الميكسر. الموضوع كله هيبقى على الميكسر. لو انت جيت تستعى الميكسر كده هيتلع لك تقريبا برنامج مستقل بزاته. يمكن هنا هتبصت تلاقي بايبت ايبس. فهو يعتبر الاثنين دول ووركبنش والميكسر دول مستقلين بزاتهم. لو في وقت ان شاء الله ممكن نقول نتكلم على الوركبنش. الميكسر ده زي ما انت شايف. هو عبارة عن منيوز فوق. ده من خلال له هنبدأ نركب الحركات الجاهزة بتاعتنا وانت شايف حركات الجاهزة اهي. دي الاحمر ده كله حركات جاهزة. وده من من دي الخط ده ممكن نمسيه كده. هبصت لقيت time line من تحت برضو بيبشي معي. ده عشان تتفرج على الحركة. هنشوف المينيوز. من خلال اه الشغل في المحاضرة الجاه ان شاء الله. بس هنقول دي عشان الاد ماكس اوبجيكت. دي عشان لو انت عايز تضيف اي. حاجات من دي لها اه حركة. اي حاجة تتحرك لازم لازم تكون بتحرك. او لها حركة عشان تبدأ تشتغل كويس على الميكسر وتبدأ تستفيد من الحركات. الميكسر ده معمول عشان اه تبدأ تتحرك بيه. تمام? مش هتستفيد بحاجة لما تستقل. لو انت حاطت حاجة ثابتة كده وتيجي تضيفها. انا مش عايز حاجة زي كده. انا ما مشتغلش في الديناميكس او او الحاجات دي كلها. انا شغال في الانيميشن. ده عشان الانيميشن. فلازم تكون حاجة يعني بتحرك اصلا عشان تعمل لها اد. اد اوبجيكت. اد بايبت. ده انا عندي بايبت تاني. طبعا البيبت ده اسمه. خلينا نوسع كده شوية. ده باسم البيبت نفسه. او اسم الهايكة العظمي نفسه. لو انت عندك بايبت تاني. ممكن تضدق اد بايبت من هنا. وممكن تعمل دليت. وهو هنا سلكت. عشان تقدر تسلكت كده. هنا موف. عشان تقدر تعمل موف. تمسك اي حاجة من دول. بتعمل لها موف. هنا سلايد كليبس. خلينا بقى من المحاضرة الجاية ان شاء الله نبدأ نخش. على الادوات الخاصة بالماكس. عشان نبدأ نحرك على طول من المحاضرة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتمنى اني اكون وفقت فيه شرح. في الربع ساعة دي. واجهة الماكس. ولو اي استفسار. حطويا الاستفسار بتاعكم وانا. وممكن لو لقيت الاستفسار يستدعي فيديو. اللي نعمل فيديو مخصوص ما فيش اي مشكلة ان شاء الله. اه اسألكم ادعاء وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة